زيادة فعالية الاتصالات كيف نزيد من فعالية الاتصالات ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك معوقات معوقات عملية الاتصال لعقبات الاتصال هي تلك التي تحد من عملية الاتصال وتظهر عملية الاتصال بالصورة الضعيفة وبالتالي تعمل على عدم تحقيق الاتصال لأهدافه لذلك أن عملية تحجيم المعوقات والعقبات تؤدي إلى زيادة فاعلية الاتصال طيب ما هي الطرق ما هي الاقتراحات ما هي النقاط التي يمكن من خلالها زيادة فاعلية الاتصال هناك عدة اقتراحات عدة طرق عدة نقاط يمكن إذا اتبعناها أن نحقق الفاعلية لذلك إذا اتبعنا النقاط التالية يمكن بعد ذلك تحقيق فاعلية في عملية الاتصال التي تحدث داخل المنظمة أولا من هذه النقاط وضع خطة واضحة للاتصال الجيد إذا كان هناك خطة واضحة يحدث هناك اتصال جيد بمعنى ما هي الخطة أن نضع هدف للمستقبل هدف للمستقبل يمكن أن يكون بعيد المدى اللي هي خطة استراتيجية أن تكون الخطة واضحة بحيث يعرف الفرد ما هو المطلوب منه ما هي آلية عمل داخل المنظمة وإذا حدث هناك اتصال ما هو الدور الذي يجب عليه أن يقوم به أيضا تعرف الفرد على غير دوره تعرفه على آلية ابتكار وإيجاد وسائل اتصال جيدة تشجع العاملين في إطار هذه المنظمة على استخدام اتصالات جيدة تمكن من إدراك العاملين لهذه الخطة وتشاعدهم على فرز نقاط داخل هذه الخطة بشكل واضح وبالتالي إمكانية تحقيق الاتصال لأهدافه أيضا زيادة فهم العاملين بكيفية الاتصال وأهميته طبعا عملية الاتصال التي تجري داخل المنظمة بين المستوات الإدارية بأشكال المختلفة الاتصال الهابط الصاعد الفقي القطري أي كان يجب على الشخص فهم كواعد العمل يجب أن تكون هناك توعية عن كيفية الاتصال كيف يحدث الاتصال داخل المنظمة لكي يزيد من فعليتهم وفهمهم أو فهمهم لعملية الاتصال التي تحدث داخل المنظمة كيف يتم ذلك؟ يكون ذلك من خلال دورات تدريبية مستمرة تعقد لهؤلاء الأشخاص بحيث يمكن من خلال فهم عملية الاتصال ألية الاتصال أهداف عملية الاتصال طبعا إذا عملية الاتصال كانت مفهومة داخل المنظمة هذا يؤدي إلى تحقيق الهدف من عملية الاتصال من خلال هذه الدورات التدريبية وتحقيق الأهداف العامة والخاصة بالمنظمة والعاملين أيضا فهم ألية الترقيات السلم الوظيفي الإشراف القيادة كل حسب موقعه داخل المنظمة إذن عملية الاتصال يجب أن تكون مفهومة داخل المنظمة باستخدامات عديدة من خلال دورات تدريبية من خلال عقد ورش عمل إلى آخره إعادة تنظيم المنظمة ما المقصود بالتنظيم؟ ما هو التنظيم؟ إعادة التنظيم إعادة الهيكلة ما هو التنظيم؟ التنظيم هو الإطار الذي يضم كافة الصلاحيات والمسؤوليات داخل المنظمة المنظمة بإذطارها بمستوياتها المختلفة لدارة العليا والوسطى والتنفيذية كل الأشخاص الموجودين داخل التنظيم يجب أن تكون ترتيبهم موجود صحيح بشكل صحيح بحيث نعمل على إعادة الهيكلة والتشكيل بحيث تكون عملية التشكيل هذه تعمل على تقريب المسافات بين المراكز والفروع وتضييق نطاق الإشراف ما هو نطاق الإشراف؟ نطاق الإشراف هو قدرة الرئيس على الإشراف على عدد معين من المرؤوسين بشرط الكفاءة والفاعلية بشرط الكفاءة والفاعلية فكلما قلت المسافات بين المستويات الإدارية أدى ذلك إلى تقليل فرص حدوث هذه المعوقات وبالتالي زيادة فاعلية الاتصالات لذلك يجب إعادة تشكيل المنظمة إعادة هيكلة المنظمة بشكل يساعد على فهم عملية الاتصال وتقريب المسافات بين مراكز اتخاذ القرار والمراكز الأخرى للمستويات الإدارية الأخرى أيضا تطوير مهارات الاتصال بالنسبة للعاملين هذا أمر ضروري ويساعد على زيادة فاعلية الاتصالات كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك عن طريق تطوير المهارات التي تلزم في عملية الاتصالات هناك مهارات معينة كما ذكرنا سابقا مهارات مختلفة تلزم العاملين يجب التدريب عليها يجب أن يكون هناك دورات تدريبية مختلفة لتطوير هذه المهارات التي تلزم في عملية الاتصال ما هي هذه المهارات؟ هناك مهارات مختلفة منها مهارات التحدث للإلقاء الهادف وطرق كيف نجلب انتباه الآخرين لتحقيق الهدف من عملية الاتصال هناك ما يعرف بكيف تجعل من هو أمامك منتبه لك يصهو إليك كيف يكون فعال كيف تكون فعال في عملية الإلقاء حتى يستفيد الطرف الآخر حتى تجلب انتباه الطرف الآخر حتى تكون أتراكتي هناك طرق فنية للتحدث من حيث المحتوى من حيث المضمون من حيث استخدام نبرات الصوت لأنه نحن نعلم أن هناك فروق فردية بين الأشخاص في أشخاص تستوعب من المرة الأولى من المرة الثانية إلى آخر لذلك يمكن احتواء هذه الفروق والتي تعتبر معوقات وبالتالي زيادة الفعلية عن طريق مهارة التحدث هناك مهارات أخرى غير مهارة التحدث وهي مهارة الكتابة الكتابة والتدوين الصحيح للمعلومات بحيث نقلل قدر لإمكان الأخطاء الإملائية والنحوية ونكتب مذكرات وتقارير وخطابات ونعرف ما الفرق بين المذكرة والتقرير والخطاب ما هي طرق كتابة كل من التقرير الخطاب المذكرات بطريقة سليمة صحيحة تهدف عملية الاتصال وتهدف المنظمة بالدرجة الأولى أيضا في مهارات الكراءة ليست مهارات الكراءة اللي تدريب على طرق الكراءة حيث هناك العديد من الكراءات منها ما هو السريع منها الكراءة الصامتة مع ضرورة الفهم لما تم كراءته وتدوين ملاحظات سريعة بعد الكراءة أيضا مهارات الإنصاط والإصغاء لفن الإنصاط فن الإصغاء هذه من مستلزمات القيادة الجيدة يعني ذلك استيعاب ما يسمع الفرد وتدوين المختصر المفيد المختصر المفيد بحيث نخرج بملاحظات مهمة تخدم المنظمة وتخدم عملية الاتصال أيضا هناك أيضا تنمية مهارة العاملين في استخدام وسائل الاتصال سواء القديمة أو الحديثة نحن نعلم أن العصر هذا هو عصر السرعة هناك وسائل الاتصالات حديثة تظهر يوما بعد يوم هذه الوسائل الحديثة يجب تدريب العاملين عليها وكيفية استخدامها لأن كل وسيلة تختلف عن الأخرى كل وسيلة اتصال لها طريقة فنية في عملية الاستخدام وذلك من أجل الاستفادة منها الغرض منها هو الاستفادة لذلك يجب التدريب عليها وعلى استخدامها بطريقة صحيحة أيضا تطوير نظم حفظ البيانات والمعلومات طبعا عملية الحفظ داخل المنظمة هو العمل على وضع وجود نظام لحفظ المعلومات والبيانات بطريقة جيدة فعالة تخدم المنظمة وتمكن العاملين من الرجوع إلى هذه المعلومات والبيانات وقت اللزوم ووقت الحاجة إليها وحفظها من الضياع والتلف لذلك يجب العمل على تدريب العاملين على هذه الطرق واستخدامها بطريقة سهلة بأقل تكلفة أقل وقت أقل جهد وبذلك تحقق الكفاءة الفاعلية وتزيد من فاعلية عملية الاتصال أيضا القيادة الدموقراطية القيادات مختلفة عندنا قيادات ديكتوتورية دموقراطية في قيادة عدم التدخل أفضلها القيادة الدموقراطية ما هي القيادة الدموقراطية؟ هي القيادة التي تسمح بالمشاركة الإدارة بالأهداف الإدارة بالأهداف القيادة الديمقراطية ليست متسلطة ليست دكتورية تقوي عملية الاتصال بين العاملين والقائد بين المستويات الإدارية المختلفة تعمل على تبادل الأفكار والأراء ووجهات النظر المختلفة وتأخذ بها لا تضربها بعرض الحائط إذا كانت هناك بعض الأراء بعض الأفكار بعض الاقتراحات جيدة تأخذ بها وتؤمن بعملية المشاركة مشاركة العاملين في صنع اتخاذ القرار وتشجع العاملين على حرية التفكير على حرية التعبير إبداء الرأي دون خوف أو رهبة تقوية الثقة بين العاملين تقوية الثقة بين العاملين هي أمر ضروري يساعد في فعالية أو زيادة فعالية الاتصالات عن طريق الإدارة بالأهداف بحيث نجعل العاملين يشعرون بأنهم جزء من هذه المنظمة وتحقيق أهدافهم يتوقف على تحقيق أهداف المنظمة لذلك هناك ارتباط وثيق بين الطرفين هذه العلاقة التي تجمعهم تساعد المنظمة على تحقيق الهدف من الاتصال والأهداف العامة للمنظمة أيضا تعزز من وجود الاتصال الشفهي داخل المنظمة لأن الاتصال الشفهي لا يحدث إلا بوجود الثقة المتبادلة بين الطرفين هي علاقة توجيهية ما بين الإدارات العليا والإدارات الوسطى والتنفيذية أو ما بين الرئيس والمروز يجب أن تكون العلاقة مبنية على الثقة إذا كانت العلاقة مبنية على الثقة يمكن استخدام الاتصال الشفهي الذي يمثل الجزء الأكبر من الاتصالات التي تحدث داخل المنظمة إذن تقوية الثقة أمر ضروري يساعد على زيادة فعالية الاتصالات داخل المنظمة وتحقيق الهدف أيضا مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد نحن نعلم أن الأفراد باختلاف مستويات من تفكرية الذكاء الفروق الفردية بينهم عادة ما تكون مختلفة كثيرة يجب مراعاة الفروق الفردية هذه بين الأفراد بحيث يكون الاتصال واضح للجميع للقريب والبعيد إلى آخره التخلص من العوائق النفسية العوائق النفسية أو العزلة النفسية تظهر العوائق النفسية عندما يحاول بعض الأشخاص أو الأفراد العاملين حجب بعض المعلومات عن الآخرين رغبة في الهيمنة أو الخوف من تزويد الآخرين بمعلومات لسبب أو آخر هذا مظهر من مظاهر الشعور بالنقص والاضطراب النفسي هناك أيضا تزويد الاتصالات الغير رسمية بالمعلومات والحقائق الاتصالات الغير رسمية نحن نعلم أن هناك اتصالات رسمية واتصالات غير رسمية الاتصالات الغير رسمية اتصالات تحدث ما بين الأشخاص عادة ما تكون في المستوىات الإدارية الدنيا هي وسيلة لإشباع حاجات واستفسرات الموظفين في أمور تهمهم شخصيا دون المنظمة مثل العلاوات الترقيات يجب أن تكون هناك معلومات حول ذلك هذا يؤدي إلى رضا العامل عن عمله ويزيد أيضا من تعزيز الثقة بالنفس بين الأطراف المختلفة من زيادة فعالية الاتصال وتحقيق الاتصال داخل المنظمة لأدافها المختلفة اشتركوا في القناة